براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيهوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخض الكافرين وعذاب من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهد من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدا فاتموا إليهم أهدهم إلى متتهم إن الله يحب المتكين فإذا سلخ الأشهر الحرم بقوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحسروهم واقعدوا لهم كل مرسد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغوا مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أهد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتكين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرفعوا فيكم إلا ولا ذنة يرزونكم بأفواء وتأبى خلوبهم وأكسرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فسدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذنة وأولئك هم المتدون فإن تابوا وأقاموا السلاة وهاتوا الذكاة فإخوانكم في الدين ونخسر الآيات لكوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهدهم وتعانوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتقون ألا تقاطلون كوما نكثوا أيمانهم وحموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتغشونهم فالله أحق أن تغشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف سدور كوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم هسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبتت أعمالهم وفي النار أم فالدهون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الذكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المغتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستعون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورذوان وجنات ابنهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده عجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولاهك هم الظالمون قل إن كان أبابكم وأبناءكم وإخوانكم وأذواجكم وعشيرتكم وعموال نقطرفتموها وتجارة تغشون كثادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي الكوم الفاسكين لقد نسركم الله في مواتن كثيرة ويوم هنين إذ آجبتكم كثرتكم فلم تغني أنكم شيئا وذاقت عليكم الأرض بما رغبت ثم وليتم مدبرين ثم أنذل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأمذل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جذاه الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الوشركون نجث فلا يقرب المسجد الحرام بعد آمهم هذا وإن خبتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم وعطل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجذية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود أزير بن الله وقالت النسار المسيح بن الله ذلك كولهم بأفواههم يذاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يوفكون اتخذوا أبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما كمروا إلا ليعبدوه إلها واحدا لا إله إناه سبحانه عما يشرقون يريدون أن يتفعوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يثم نورا ولو كرها الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالعدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرها المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرحبان ليقلون أموال الناس ليقلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكندون الذهب وانفذة ولا ينفكونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أميح يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جبابهم وجنوبهم وذورهم هذا ما كنذتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكندون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خنق السماوات والأرض منها أرباط عرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاطلونكم كافة واعلموا أن الله ما المتكين إنما النسيه ذيادة في الكفر يذن به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواته عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ذين لهم سوء عمالهم والله لا يعذي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا كين لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل كوما غيركم ولا تذروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنسروه فقد نسره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لثاهبه لا تهذن إن الله معنا فأنذل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عديد حكيم إنفروا خفافا وصقانا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرذا قريبا وسفرا قاسدا لاتبعوك ولكن بودت عليهم الشقة وسيهلفون بالله لو إذ تطعنا نخرجنا معكم يؤلقون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتكين إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا يعدوا له أدتا ولكن كرح الله بآثهم فثبتهم وقيل قدوم القائدين لو خرجوا فيكم ما ذادوكم إلا فبالا ولأوذعوا خلالكم يبعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وذار أمر الله حتى جاء الحق وذار أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقولوا ذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرعون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكن المؤمنون قل هل تربتون بنا إلا إذا حسنيين ونحن نتربت بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربتوا إنا معكم متربتون قل أنفقوا توأا أو كرها لن يتكبل منكم إنكم كنتم قوما فاسكين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة ولا ياتون الصلاة إلا وهم قسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أنوالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم كوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو متخلا لولوا إليه وهم يجمع وفسون ومنهم من يلمذك في السدبات فإن أوطوا منها رضوا وإن لم يوطوا منها إذا هم يستطون ولو أنهم رضوا ما آتاه الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيغذين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمثاكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يغذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يغذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخضي العظيم يحذر المنافقون أن تنذل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهدهوا إن الله مخرج ما تهذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوذ وننعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهدهون لا تعد ذروقا كفرتم بعد إيمانكم إن أفعا طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعض أم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبذون أيديهم نصوا الله فنسيهم إن المنافقين هم فاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والقفار نار جأن مخالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاكهم فاستمتعتم بخلاككم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاكهم وقزتم كالذي حاضوا أولئك حبثت أعمال في الجنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم أوح وآد وسمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمغتفكات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليذلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمونهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروب وينهون عن المنكر ويكيمون الصلاة ويعطون الذكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار فالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عضل ورذبان من الله أكبر ذلك هو الفوض العظيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِذِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِكِينَ وَأُلُذُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِيْسَ الْمَصِيرِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَكَ لُقَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا نَمْ يَنَالُوا وَمَا نَكَوْهُ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ فِي الْعَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَذَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَسْتَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِبِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْطَبَوا النِّفَاقًا فِي قُلُوبِهِ إِلَى يَوْمِ يَنْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَقُوا اللَّهَ مَا بَعْدُهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغِيُوبُ الَّذِينَ يَلْمِذُونَ الْمُتَّوْمِعِينَ مِنَ الْمُعْمِلِينَ فِي السَّدَفَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرأة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسكين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليذهفوا قليلا وليبقوا كثيرا جذاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فكن لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي أدوا إنكم رديتم بالقعود أول مرأة فقعدوا مع الخالفين ولا تسل على أحد منهم مات أبدا ولا تكم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذحق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنذلت سورة أن آمدوا بالله وجاهدوا مع رسولي استاذنك أولي الطول منهم وقالوا زرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبيع على قلوبهم فهم لا يفكؤون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحت الأنهار والدين فيها ذلك الفوض العظيم وجاء المعذرون من الآراب ليؤذن لهم وبعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب هليم ليس على الضغفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفكون حرج إذا نسعوا لله ورسوله ما على المغسنين من سبيل والله غفور رحيم وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِذَ أَحْمِلَهُمْ أُلْتَنَا أَجِذُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ دَوَلَّوا وَعَيُنُهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمِيْ حَدَنًا أَنْ لَا يَجِذُوا مَا يُنْفِقُونَ إنما السبيل على الذين يتاذنونك وهم مغنيا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبان الله من أقباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فعارضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جذاهم بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسكين الآراب أشد كفرا ونفاكا وأجذر أن لا يعلموا حدود ما أندل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الآراب من يتقذ ما ينفق مغرما ويتربت بكم الدباهر عليهم داهرة الصور والله سميع عليم ومن الآراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتقذ ما ينفق قربات عند الله وسلمات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنسار والذين اتبعوهم بإحسار رضي الله عنهم وردوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت أنهار خالدين بها أبدا ذلك الفوض العظيم ومن من حولكم من الآراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآفرون وآفرون اعترقوا بذنوبهم خلتوا عملا صاليا وآفر سيئا أسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم سدكة تطهرهم وتذكيهم بآوة لعليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ السدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ذرارا وكفرا وتفريكا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورطوا له من قبل وليحنفن إن أرضنا إلا الحسنى والله يشاد إنهم لكاذبون لا تكون فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في النهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يذال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوبى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باياتم به وذلك هو الفوض العظيم أموالهم الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآلرون بالمعرو والناحون عن المنكر والحافظون لعذوذ الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربا من بعض ما تبين لهم أنهم أصحاب الجهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها آهيا فلما تبين له أنه عدو لله تبرى منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليذل كوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد ضاب الله عن النبي والمهاجرين والأنثار الذين اتبعوا في ساعة الغسرة من بعد ما كاد يذيب قلوب بريك منهم ثم تاب عليهم إنه بهم روح رحيم وعلى السلاسة الذين خلفوا حتى إذا ذاقت عليهم الأرض بما رغبت وذاقت عليهم أنفسهم وذنوا أن لا مرجى من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتفلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يسيبهم ذمأ ولا نسب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يتعون موت أن يغيظوا القفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يذيء أجر المؤسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يفتعون واديا إلا كتب لهم ليجذيهم الله عسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طاهبة ليدفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يأذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجذوا فيكم غلثة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما هنذلت سورة فمنهم من يقول أيكم ذادة رعادي إيمانا فأما الذين آمنوا فذادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فذادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنذلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفضون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنذتم حريس عليكم بالمؤمنين رؤوخ رحيم فإن تولوا فقل حسني الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ترجمة نانسي قنقر